تشارك اليوم مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء بمهنة إنسانية نبيلة تجسد أسمى صفات العطاء والتضحية إذ يصادف اليوم تاريخ الاحتفال بيوم التمريض العالمي ويهدف الاحتفال في هذا اليوم إلى إبراز الجهود والإسهامات والمبادرات النبيلة التي تقوم بها طواقم التمريض في خدمة جميع المرضى وكافة أفراد المجتمع تحت الشعار صوت القيادة الاستثمار في التمريض وإحترام الحقوق لتأمين الصحة العالمية يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي تشارك فيه مملكة البحرين إذ يجسد هذا الشعار الدور الهام الذي يقوم به الكادر التمريضي تجاه العمل على توفير الرعاية التمريضية للجميع صار لي أكثر من 25 سنة أعتني بصحة المرأة الأم الحامل وبعد الولادة والفحص الدوري طبعا أفتخر أن البحرين من أول دول التي بدأ فيها التمريض في الخمسينات في العالم العربي وطبعا إنشأت أول مدرسة التمريض في البحرين في السبعينات وكانت نقطة لكل الخليج كان يرجع للبحرين للدراسة في التمريض دور التمريض في المجتمع طبعا متشعب ومهم وأساسي في الرعاية الصحية الأولية أو في المستشفى أو في المراكز الصحية المختلفة طبعا أثناء جأحات كورونا أثبتت من مرضة البحرينية جدارتها واشتغلت في العناية القصوى اشتغلت في مراكز الفحص اشتغلت في المستشفى اشتغلت في المراكز الصحية كلهم وتشتغل ليل ونهار وكان حتى من غير ساعات راحة أو أيام إجازات جدا 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 موضوع التضحية وإثار نفس في التمريض واضح جدا في تطبيق خصوصا في أثناء الجائحة كورونا كما يبرز الاهتمام هذا العام بالاستثمار في قطاء التمريض من أجل بناء وتعزيز قدرات القوى العاملة المؤهلة في مجال التمريض وحماية حقوقهم من أجل تحقيق الارتقاء بالأنظمة الصحية لتساهم بفعالية في تلبية الاحتياجات الحالية وكذلك المستقبلية للأفراد والمجتمعات عامة مهنة التمريض مهنة إنسانية قبل ما يكون مهنة لعلاقة بالحياة المادية تهدف المهنة هذه إلى عناية بالفرد والمجتمع صحيا عقليا ونفسيا بمناسبة هذا اليوم أهدي تحياتي وتبريكاتي لجميع الممرضين ومرضات في مملكة الحبيبة البحرية التمريض مو بس هذا اليوم يعتبر لنا احتفال احنا نحتفل كل يوم خروج عدد من المرضى من المستشفى شفاء عدد من المرضى المواساط مواساط كذا عدد من المرضى هذا كله بالنسبة لنا احتفاء واحتفال باليوم التمريض الممرضة اليوم صارت تصل إلى المدارس تعطي المحاضرات صارت تصل إلى المؤسسات والشركات تعطي محاضرات صحية صارت تصل في كل المؤسسات في كل الوزارات موجودة بس لتعطي لتوصيل اهمية المحافظة على صحة الفرد في المجتمع هذا وبرزت عطاءات الممرضين والممرضات في الوقوف لخدمة هذا الوطن الغالي إلى جانب صفوف الاطباء من اجل تعزيز المشاركة والمساهمة في خدمة القطاع الصحي بالمملكة والتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ومكفاعة هذه الازمة الصحية العالمية التي مرت بها العديد من دول العالم وذلك وصولا إلى عودة الحياة لطبيعتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة